اشتركوا في القناة الحرب العالمية الأولى ثم تكلمنا عن الحرب العالمية الثانية واليوم هنتكلم على درس جديد يسمى مقومات الدولة القوية المؤثرة مقومات الدولة القوية المؤثرة في العالم لابد نحن نتعرف عليها بطريقة فيها العرض ده اللي هو المقومات هنذكر جميع المقومات الآن ونتكلم عنهم المقومات الحضارية لابد للدولة القوية أن تكون تملك مقومات حضارية ومقومات سياسية ومقومات اقتصادية ومقومات تقنية ومقومات عسكرية أيضا فيه كمان مقومات وطنية إذن عندنا ست مقومات لابد أن تكون متوفرة في أي دولة نطلق عليها أنها دولة قوية أو دولة مؤثرة أو دولة متقدمة أي أن كان الصفة أو السمة التي نطلقها لابد أني تتوفر فيها الست عناصر الموجودة أمامكم لابد تكون الدولة فيها مقومات حضارية وعن نتكلم ماذا نقصد بالمقومات الحضارية لابد تكون فيها مقومات سياسية مقومات اقتصادية مقومات تقنية مقومات عسكرية ومقومات وطنية بعد كده هنشوف المقومات ونتكلم عنها المقومات الحضارية اللي هي تعتبر هنتكلم على الموقع المساحة عدد السكان توزيع السكان نسبة التعليم العمق التاريخ المقومات الحضارية يجب ان تتمتع الدولة ذات السيادة او الدولة المتقدمة او الدولة العظمة لابد ان تكون بتملك موقع استراتيجي هام لابد ان تكون المساحة مساحة كبيرة متسعة لابد ان يكون عدد السكان عدد مقبول لابد ان يكون في توزيع في النشاط الاقتصادي وتوزيع السكان التعليم لابد ان يكون التعليم وصل الى درجة من التقدم العمق التاريخي ونقصد به الآثار او التاريخ او التراث القديم اللي يتحكم او تمتلك وهذه البلد اي لها أصور جزرية تاريخية قديمة المقومات الحضارية كده تكلمنا عليها انها بتمثل الموقع والمساحة وعد السكان وتوزيع السكان والتعليم والعمق التاريخي قلنا ان الدولة العظمة او الدولة المتقدمة او الدولة القوية او الدولة المؤثرة لابد ان يكون ليها مقومات سياسية ايه هي المقومات السياسية انا اتكلم عليها دلوقتي المقومات السياسية المقومات السياسية هتتمثل في تمتع الدولة تمتع الدولة في جانب الاقتصادي دلوقتي احنا نرجع تاني للمقاومات الاقتصادي المقاومات السياسية الاول نستكملها نظام سياسي مستقر حكم رشيد نظام الحكم او الدستور نرجع تاني الى المقاومات السياسية نتكلم عليها ادي المقاومات الاقتصادية لسا احنا هنبتدي نتكلم عليها بعد ما نخلص المقاومات الحضارية قلنا المقاومات الحضارية خلاص الموقع المساعة على السكان توزيع السكان التعليم العمق التاريخ اما المقاومات السياسية هي نظام سياسي مستقر حكم رشيد نظام حكمي فيه دستور يعتمد على القانون طيب كده احنا خلصنا اتنين من المقاومات نحاول ان احنا نجيب بعد كده المقاومات الاقتصادية المقاومات الاقتصادية اللي مطلوب مننا ان احنا نتعرف عليها اني بتشمل بتشمل توفر الموارد الخام توفر النظام المالي اللي يكفي لإدارة الدولة العملة تكون العملة ذات موقف قوي من صندوق النقد العالمي او البج العالمي التبادل التجاري يكون بتملك الدولة تبادل تجاري قوي الناتج المحلي سواء كان من الانتاج او من التصديد لابد ان يكون فيه ناتج محلي يعني فيه فائدة تعودة على المجتمع اذا المقاومات الاقتصادية توفر الموارد سواء كانت معدنية كانت زراعية كانت حيوانية كانت مائية جميع الموارد كلما زادت فرص الموارد كلما كانت الدولة تتمتع بشيء من القوة المؤثرة والنفوذ وإحنا عرفين الموارد قد تكون معادن كالبترول قد تكون معادن كالحديد النحاس الفوسفات المنجانيز الذهب قد تكون الموارد فح قد تكون الموارد حيوانية ثروة حيوانية كبيرة قد تكون الموارد ثروة سماكية كبيرة نتيجة الإطلال على المحيط أو على بحار النظام المالي قوي متوفر النقد اللي يكفي لإدارة الاقتصاد أن تكون العملة ذات قيمة مرتفعة في السوق العالمي التبادل التجاري لابد أن يكون نشط بين الدولة والدول الأخرى الناتج المحلي أن يكون المجتمع منتج وليس مستهلك فقط يعتمد على الاستهلاك الاستيراد فقط لكن لابد أنه يكون معتمد على الإنتاج والتصنيع والتصدير هذا الناتج المحلي بعد ما خلصنا المقاومات الاقتصادية نتكلم على المقاومات التقنية المقاومات التقنية اللي نقصد بيها يعني إيه تقنية يعني إيه مقاومات تقنية المقاومات التقنية هي إنتاج اللي هو التقدم العلمي في الدولة التقدم العلمي في جواند كثيرة في الحياة إذا الدولة تمتلك معرفة تقنية ومنتجة لأدواتها هتسيطر على الصناعات الموجودة يبقى إذن انتاج التقنية انتاج التقنية يعني أنه استخدم التقنية في جوانب الحياة داخل المجتمع التقنية لابد من الابتقاب لابد من تشجيع الأفكار والبرامج المنتجة لأفكار جديدة أو انتاج سلع جديدة أو انتاج أشياء تفيد الصناع مواكبة التطور العالمي اللي موجود في المجال التقني والتطور ده قد يشمل أشياء كتيرة التطور يشمل أشياء كتيرة ايه هو التطور اللي احنا بننتظره اللي بننتظره اللي في التطور بس أرجع إلى المواكبة الألكترونية هنرجع لها هنا تلوقتي الأول نرجع لي المقاومات اللي هو الابتقار قلنا وقلنا كمان مواكبة التطور مقاومة مواكبة التطور نقصد بها المجال التقني الجديد اللي هو زي الانترنت التوسع في وسائل الاتصال الحديثة الوصول للفضاء سفن الفضاء مراكب الفضاء الادخال البيانات عن طريق الانترنت يبقى يبقى دا مواكبة التطور في العالم نيجي بعد كده نيجي على برضو من العناصر المهمة جدا بعد المقاومات التقنية المقاومات العسكرية المقاومات العسكرية اللي هي مفروض نكون عارفينها اللي بتشمل اول حاجة القدرات طبعا العسكرية في التصنيع بجميع انواحها قدرة الدولة على تصنيع الاسلحة بجميع انواحها ونقصد التصنيع في جميع المجالات سواء كالبرية او الجوية او البحرية اذا برية او بحرية او جوية نقصد تمام بالمقاومات غير التصنيع التدريب مواكبة العلوم العسكرية الحديثة بالتدريب وامتلاك الاسلحة الحديثة طيب نجي بعد كده بالنسبة لي ممكن الدول المتقدمة بتكون بتصدير الاسلحة الى الدول الاخرى اللي بتكون اقل تقدما منها قوات لابد المقاومات العسكرية ان تمتالك الدولة اللي احنا بقول القوية المؤثرة لابد ان تمتلك قوات برية وبحرية وجوية يعني تكون يشمل التطوير والتقوة والتقدم جميع القوات الموجودة سواء كان برية او بحرية او جوية التقدم التقدم في الانتاج الاسلحة لانها بيتظهر التقدم في الحروب ايضا انا اتكلم على مقاومات الدول المتقدمة العزمة زي المقاومات الوطنية المقاومات الوطنية اا لابد اول شيء ان يكون فيه امن وامان لحماية واستقرار مصالح الدولة الامن الوطني والامن والامان هو اللي بيحقق استقرار ومصالح الدول وتقدم اا نجي بعد كده كمان المقاومات الوطنية الاستخبارات اللي بتحافظ على سلامة الدولة من اعداء الوطن والحاسدين لي نكمل بعد كده في المقاومات الوطنية امن الدولة اللي بيسون حماية المواطن واللي بيحافظ على والامن العام اللي بيحافظ على كيان الدولة ومؤسستها بكده انا جد ان هناك برضو ايضا زي وسائل الاعلام والمؤسسات الفكرية والكتب والمكتبات والجامعات اللي بتحافظ على الكيان الوطن للدولة بكده بيلاحظ ان الدول المؤثرة في العالم لابد انها تتميز بمقاومات الدولة القوية بالمقاومات الحضارية بالمقاومات السياسية بالمقاومات اقتصادية مقاومات التقنية مقاومات العسكرية بالمقاومات الوطنية إذن ست مقاومات لابد لو سألناك عن مقاومات الدولة القوية المؤثرة عن استطيع اللي احنا نعرف إنها مقاومات حضرية مقاومات سياسية مقاومات اصطادية مقاومات تقنية مقاومات عسكرية مقاومات وطنية نرجع تاني إلى المقاومات الحضرية اللي احنا عدنا عليها هي عبارة عن الموقع عبارة عن مساحة عبارة عن عدد السكان عبارة عن توزيع السكان عبارة عن التعليم عبارة عن عمك التاريخي اللي يمتد لقديم الزمن المقاومات السياسية نظام سياسي مستقر يساعد على الاستقرار يساعد على الانتاج يساعد على التقدم يكون فيها حكم رشيد قيادة رشيدة تتولى قيادة الدولة نظام الخطم أو الدستور هو اللي بيساعد على تقدم الدولة نجي نكمل كمان المقاومات المقاومات الاقتصادية توفر الموارد نظام مالي عملة سائدة في العالم أو عملة قوية تبادل تجاري ناتج محلي وليس تكون الدولة دولة مستهلكة فقط تكون دولة أو تستورد سلحها السلح المحتاجة إليها لكن تكون دول مصدرة ومنتجة المقاومات التقنية ونقصد بها التقدم العلمي اللي بيسمر الابتقار اللي بيسمر المعرفة لجميع أنواحها والأفكار والبرامج اللي بتؤدي إلى التقدم مواقبة التطورات أي تقدم الدولة والوصول إلى الدخول إلى الإنترنت الدخول إلى مجال الفضاء استخدام الإنترنت في سرعة إنجاز الأعمال نيجي بعد كده نشوف العوامر الأخرى المقاومات الاقتصادية وتكلمنا عليها التصنيع التدريب التصدير لابد يكون في جميع الجوانب العسكرية فيها تشهد تقدم زي قوات البرية والبحرية والجوية التقدم في إنتاج الأسلحة اللازمة للمعارك وسط احتياجات الجيش المقاومات الوطنية ونقصد بيها المقاومات الوطنية نقصد بيها لأنها عاية الهام ومهم اللي هي حماية الدولة وحماية استقرارها وحماية مصالحها حماية الدولة وحماية استقرارها وحماية مصالحها يعتمد على توفر الأمن الأمن اللي هو الأمن الوطني اللي بيساعد على قوة المؤسسات وقوة الانتاج وقوة التصنيع أمن الدولة بيكون بيدوره في حماية الوطن من الفاسدين والعابثين بالنظام الدولة ومن الحاسدين ومن القوى الحاسدة للدولة الأمن العام المسائد فيه وأجهزته في الحفاظ على مكتسبات الدولة أيضا المؤسسات الفكرية والتي بتشمل الإزاء والإعلام والجامعات اللي بتساعد في نشط الأفقار الإيجابية لحماية الدولة من أي أفقار سلبية بكذا استطعنا أن نحن نتكلم على الدول المتقدمة والدول اللي هي تمتلك مقاومات ذاتة أهمية ومؤثرة في تكوين الدولة الكوة أو الدولة العظمة بعد كده إن شاء الله نحاول نحل السؤال اللي بيشمل هذا الدرس واللي بيتكلم على أن سؤال في صفحة 169 تحدد سؤال رقم واحد صفحة 169 كواجب تتحدد مكانة الدول نتيجة للمقاومات الحضارية والسياسية والاقتصادية هو أذكر لك هنا الست مقاومات يبين الطلاب من خلال أحد المقاومات ديات أو بعضها يبين أثر هذه المقاومات على تقدم الدولة وعلى أن تكون دولة مؤثرة أتمنى لطلابي التفوق والنجاح ونشاهدكم إن شاء الله في الحلقة القادمة ونتمنى لكم التوفيق شكراً لكم